بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الشابتر السادس بعنوان Properties of Sections في section number one بعنوان Center of Gravity and Centroid في جزئها الرابع إن شاء الله الحين رح نشوف مع بعض مثالين اثنين Sample Problem 2 and 3 وهدفنا هنا هو إزاي نجد الصونترويد Location of the Centroid C يعني في شكل الأحداثيات X و Y نبدأ بال Sample Problem number 2 Locate the Centroid of the Plane area shown يعني أحنا عنا هنا area والهدف متعنا أن نحدد مكان الصونترويد في شكل أحداثيات X و Y طبعا هنا أول مرحلة بقوم بها هو أني أجزأ الشكل هذا إلى مستطيلين 2 المستطيل رقم 1 و المستطيل رقم 2 بعد ذلك نمر إلى المرحلة الثانية المتمثلة في الجدول التالي عندي المستطيل الأحمر هنا إيش هي أبعاده عندي واحد إنش وهنا ثمانية إنش واحد ضرب ثمانية رح يعطيني ثمانية هنا وطبعا بالنسبة للسنترويد المستطيل الأحمر أبعاده هي 0.5 بالنسبة لX و 4 بالنسبة لY بنضحهم هنا بعد ذلك نضرب ثمانية في 0.5 وضحها هنا بتحصل على 4 وثمانية في 4 بتساوي 32 وضحها هنا أسوي نفس الشيء بالنسبة للمستطيل الأخضر أبعاده هي 3 في 1 بتحصل على 3 هنا وبالنسبة للسنترويد من هنا إلى هنا المسافة بتساوي 2.5 يعني 1 مع 3 على 2 وهي 1.5 بتعطيني 2.5 بعد ذلك بالنسبة للY رح تكون أيضا 2.5 المسافة لأنه عبارة على 2 زائد 1.5 2.5 أتحصل 3 ضرب 2.5 رح تعتيني 7.5 بعدين 3 أيضا ضرب 2.5 بتعتيني هنا 7.5 بعد ذلك أعمل المجموع هنا 8 مع 3 بتساوي 11 4 مع 7.5 11.5 و32 مع 7.5 بتساوي 39.5 الآن هنا أستعمل القاعدة التالية مجموع XIAI هنا 11.5 على مجموع الأرية اللي هي 11 11.5 على 11 بتساوي 1.045 نفس الشيء بالنسبة للY مجموع YIAI اللي هي 39.5 على مجموع الأرية 11 بتساوي 3.5 إنش ترجمة نانسي قنقر